السلام عليكم لبنات كديرين لبس عليكم كوشي بي خير هنين عوش لكم بروكة ليدخلوا لكم بصحة والسلام ان شاء الله اليوم اغانشارك معكم المرحلة الاخيرة من الطريقة تحضير السمن البلدي ديال الدار اه كيفاش كي يجي فاش كي يبرد ان شاء الله غاتشوفوه معايا كنتمنى انكم تجربوه اه طريقة سهلة وما كي ياخدش الوقت كثير واللي اعجبكم الفيديو ديروا لايك الفيديو بارتاجين مع احبابكم وصحابكم كدعملية وكنشكركم بزاف على تعليقكم وتعني نقول لكم مرحبا بكم اه لبنات جداد لي عدل تحقوب القناة وكنشكركم بزاف على مشاركتكم في القناة وعلى مشاهدتكم القناة كانتمنى انكم تستفدوا معايا اه اليوما كي ما قلت لكم غادي نشارك معاكم لمرحلة الاخيرة اه من الطريقة تحضير السمن البلدي كي مشتوا معايا في الفيديو السابق لمرحلة الاولى كيفاش نحطرو السمن البلدي اليوما ان شاء الله غا تشوفوا معايا الشكل نهائي دير السمن كيفاش كي يجي فاش كي يبرد ان شاء الله كنتمنى انكم اه انكم تجربوه كي يجي رائع هغانبدو على بركة الله هغانحلو نجية او قلوشة كل واحدة شنو تيقول لها اه 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 هدا هو الشكل اللي ه приستمنى لبندي كي يجي رائع ها البنات تبارك الله ما شاء الله يجي رائع. يجي الديد. يمكن لكم اتخذوا منه شوية مع شوية العسل الحر. دوبوا وتسقيوا بها المسمان ولا البغرير والحرشة. يبغيتو كي يجي الديد. يبقى فيها المادة قضية للزعتر. يجي لديد. كنتمنى انكم تجربوها على البنات كي يجي زوين في الشكل تبارك الله ما شاء الله كي يجي بحل كسكس والاغليط. كنتمنى انكم تجربوها طريقة سهلة وما ياخدش الوقت بزاف. واللي يعجبكم الفيديو بارتاجيو محببكم ومصحبكم. وضيروا اللايك. وكن شكركم على وما شاركتكم في القناة والبنات اللي ما شاركوش كنقول لكم شاركو مرحبا بكم. ضغطوا على زي الاشتراك على الجرس. مش يوصلكم دائما نجاتي التالي. عباشركم بروكة البنات اللي يدخل عليكم الصحة والسلام ان شاء الله. الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.